السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم تلاميذي الكرام ان شاء الله تكونوا كامل بخير او على خير او مهات يعني اولياء التابعوا في اياه ان شاء الله تكونوا كامل بخير حبيبتي اه هنا في درستي اليوم راح نقرأ ان شاء الله ماي جراما تول اول درس في القواعد اللي هو كيف نعبر على القدرة او عدم القدرة اللي هي الاستطاعة او عدم الاستطاعة عفوا سنحولي برك نعدل الكاميرا بالمناسبة راني شريت هاتف جديد على جالكم باش التصوير يكون يعني مليح ورائع اه نظن ان تصوير بهذه الطريقة مليح شوفوا اتراه قولوا لي يعني اه يعني الرايكم لاني انا يعني الفيديو هاتي هذي نقدمها لكم انتوما شوفوا اهنا اسكو نخلي تصوير كيما هك ولا ندير الانارة شوفوا كي ندير الانارة استنو مين تدير عبادكم الهاتش جديد ما نفهم ما فيهوالو الله كون نديركم اللايب ونقول لكم على نوعية الهاتف اللي شريتو يهبل المهم نخلي نصورو كيما هاكم بعد ان شاء الله كي نعرف له مليح هاني نصور لكم يعني اه يعني اناارة مليحة المهم اذا ستعنا اللي هو كيف نعبر على القدرة او عدم القدرة لاحظة fortunate قد نقول أبيلتي لاة عبيلتي اللي هي الاستطاعة هوي يجي نقدر نديرهم هوي يجي نقدر ديرهم في السبور هوي يجي نقدر نديرها في نتكلم على الهوية نتاعي نتكلم على نشاط المدرسة نتاعي اوكي نديره كان I can For example نسوق السيارة مثلا كما أنا راح نقول I can drive a car I can drive a car أستطيع سياقة السيارة أوكي أوكي هنا I can't إذا ما نقدرش أنا نسوق التاكسي وش راح نقول I can't drive a car عدم الاستطاع نقول لها inability inability أوكي والاستطاع ability باش تفرقوا برك مبيناتهم وقتاش نقول نقدر وقتاش نقول ما نقدرش أوكي I can I can't أوكي هنا ability نعبر على حويج كما قلت لكم حويج نقدر نديرها can I do can I do حويج يعني أشياء أشياء نقول I I can do أشياء نقدر نديرها حويج نقدر نديرها حويج ما نقدرش نديرها نقول I can to do I can to do أوكي I can to do حويج ما نقدرش نديرها ولا نقول others others يعني الأخرين الأخرين الأشخاص الأخرين ما يقدرش يديرها وكين أشخاص يقدروا يديرها حويج هنا نروح القاعدة هنا sentence express ability حويج داع السنتنز كيف G أول حاجة نديرها هي form كيف نركب الجملة التي عندي subject عندي can plus verb الverb اللي هو stem ما معنى stem stem هنا الverb ما يتصرفش يقعد كما رأى for example يعطيك بين قوسين يقول verb to drive to drive أنا أسوق يقول لك حول لي ويعطيك هريك مثلا I can ويعطيك to drive بين قوسين يعطيك the object اللي هو a car the object المفعول به I can كيف نحي قوسين برك وخلاص لا نحي معها to barque نحي to هذه infinitive نحي to okay ونخلي drive I can drive a car هذا ما كان تنحي غير to barque وتخلي الفعل كما رأى okay sentence express inability جمل تعبر على عدم القدرة عدم الاستطاعة example هذا الفورم متاعها كيف نقول subject plus can plus not plus verb اللي هو stem plus object اللي هو التكمال متاع الجملة اللي هو المفعول به الفعل وعندنا can وعندنا not وعندنا verb وobject هنا نقول can not ولا نقول can not نختصر نستعمل abbreviation انتاعها can 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 وهذه can اللي هي نستعمل غير can نحن معظم الدروس معظم نتلقى can 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 not can not نقول ندير can يعني هذه الملاحة يعني useful يعني ملاحة الاستعمال okay example I can do my homework I can do I can do my homework انا استطيع انا استطيع حل واجبيتي المنزينية شفتوا هنا شفتوا هنا يدو هنا لو كان اعطاكم do بين قوسين محظه to راح تنحي to هذيك وتخلي I can do my homework برك مت متحرب ويلو نروحو للمثال الاخر هنا I can play a musical instrument I can play a musical instrument نقدر نعزف على الالات الموسيقية الالات الموسيقية نقدر نعزف علىها يقول لك I can play I can play play هنا يعني نقدر نعزف على الالات الموسيقية instrument اللي هي الالات she can drive a car she can she can هي تستطيع she can drive a car هاو الفعل drive هنا لو كان نعطاكم to وقال لكم حولوها يعني يقول لك صرف هذا الجملة عادي راح تنحيتو برك نحيتو هذا ما كان تخلي الفعل كيمارا driver مدرلو ويلو he he can't do his homework he can't he can't هو لا يستطيع حل ويجبيتو المدرسية اوكي هنا you can't understand maths you can't understand maths احنا قالوا انت لا تستطيع فهم الرياضيات she can't remember هي لا تستطيع تذكر all their english name يمزق كل الاسماء الانجليزية انت لو كان ترجعوا للدرس صارني هزيت الجملة هذه من الدرس اوكي she can't remember انا عطيتكم برك المثال هذا can't she can't remember how الفعل remember يعني ما يتصرف كي ما راه كي ما محطوط كي ما نخلوه عن الفعل لا يصرف لا يصرف صحي هنا كيف يتكوين سؤال باستعمال كان شوفوا الصفحة الصفحة 21 هذي 21 راني لخصت هالكم في زوج يعني ورقات مش يزوج جملة اوكي اوكي هنا كيف يتكوين سؤال باستعمال كان وطريقة الاجابة هنا كنجي كنلقو جملة استفهامية اي جملة استفهامية نقولو لها interrogative form interrogative form يعني جملة استفهامية جملة استفهامية جملة استفهامية هنا نرجع بركة هنا بش نقولكم الفورم تاع هذه الجملة هنا هذه الجملة نقولو لها affirmative form affirmative form اوكي جملة جملة موجبة affirmative form اوكي هنا نحط ان يكون كن موجبا بنفس موجبا نحط شف تحفظ القاعدة هذه نضيف كان موجبا 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 الفيرب هل تستطيع هنا كانت تلعب دور هل هل تستطيع هل تستطيع هل تستطيع عزف الألات الموسيقية ولا تلعب عليها كشغل البيانو البيانو هكا يديرو هذي كل القانون ولا مع بليش تعلل أصابحك المهم في الإجابة وش راح نقولو ياس وديرو فاصلة اي كان زي ما راك تخاطب في زمين لك تقولو كان يو بلاي ام يو دي كل اسرامنت يقولك هو يا سايكان ولا يقولك إذا كان ما يستطيعش راح يقولك نو اي كانت لا أستطيع اوكي نروحوا للمثال الاخر هنا كان انزو بلاي صودوكو كان تتفكروا انزو حالنا في الصفحات اللي فاتوا اوكي على ما اظنت صفحة 13 ولا 14 ما اجاوب مع بليش المهم كان انزو بلاي صودوكو ها وش راح نقولو هنا ياس بصحة بصحة في حالة ما يقدرش اوكي ولا ما يقدرش يلعب هاذ اللعبة راح نقولو او راح نقول راح نقول اوكي 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 انزو انزو كانت 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 بلاي صودوكو يا كوكو اوكي اوكي متوسط علاش لانه هذا الدرس انت عدم الاستطاعة والاستطاعة يقراوه في زوج المستويات الثانية والثالثة اوكي اهنا برك هذا مكان اهنا برك في الصفحة هذه وش يقولك نقراوها مع بعض عنا نزيد ونشرحه اهنا اه بش نحضر على أشياء اي اي اوهنا انا اهنا اوهي هما اهنا اوكي النصر اخرين كاندو كاندو يقدر يديرو يقدر يفعلو معندها أبلتي ابيليتيز القدرات ابيليتيز صحيح ايوز استعمل كما كنت تفهم فيكم بارك هنا ادامو يستطيع مشاهدة الطيور لعدة ساعات هنا الفعل المدرن الويلو هنا كما يصبح بارك اي او شخص اخر اي او شخص اخر مجرد لم يستطيع نستطيع ما يقدرش يدير ما يقدرش يفعل معجرش عدم القدرات وعدم الاستطاعة ايوز انا استعمل كالك زوجنقات can't plus verb اللي هو stem أو بيزة نقوله stem ولا بيزة عادي كيف كيف فعل لا يصرف نحوله غير to هذيك وخلاص example can't play sudoku هنا عطانا can't play sudoku يعني ما يقدرش يلعب هنا عطانا interrogative form اللي كنت نشرح لكم يعني فهه to ask and answer questions about abilities or inabilities I use قلك باش نسأل ولا نجاوب على الأسئلة التي تخص يعني القدرات أو عدم القدرات استعمل I use question question عدنا can plus subject plus verb اللي هو stem وعندنا question mark ما ننسوهاش هذي علامة الاستفهام صحيح ما ننسوش علامة الاستفهام positive answer عدنا إجابة إجابية نقوله yes وندروا الفاصلة ما تنسوش الفاصلة بعد يسو ناو pronoun subject اللي هو I he she it they we ولا اسم الشخص plus can كما هنا هيا yes yes he he الفاصلة he can برك he هذا ولا I ولا you ولا شي ولا الأخر نسموهم pronoun subject negative answer no فاصلة pronoun subject can't can't التي تدل على negative على السلب okay example can immigratory birds fly hundreds of kilometers a day هنا عطانا السؤال دب can okay هنا عطانا الاسم اللي هو subject وبعد الverb قلنا can وبعد subject وبعد الverb وبعد نجي object هنا وش رح نقوله yes فاصلة they can human no برك وش راح نقولكم انشاء الله تكونوا استفدتم من الدرس نخليكم على خير وفي فيديو قادم ان شاء الله good bye